في حالة وجود هذه الإشارة وهذه العلامة يجب تهدئة السرعة فقط إذا تأتي مركبات من ناحية الأخرى وده طبعاً يعني خطأ أو فلسو لأنه طبعاً السينيال ده هو سترادة دي فورماتا أو سترادة دي سستاتا أو يعني إن هي طريق وعر أو طريق غير مستوي فبالتالي إحنا المفروض بنهدي السرعة في كل الأحوال وليس صغلو لما بتكون أو فقط لما بتكون في عربات قادمة من الناحية الأخرى يبقى هنا فرصة وهنا يلسي يعني رفيجوراتو بريانونشا اونا فورت بارياتسيوني ديبندنسا ديلا سترادة يعني هذه العلامة وهذه الإشارة بتعلن عن تغيير كبير في يعني درجة الإنحناء للطريق وده طبعاً غلط يعني درجة الإنحناء إن هي بيكون في طالع أو بيكون في نازل وهنا دا هو مكسر أوكي ولكن طبعاً هنا فرصة وهنا إلسي يعني رفيجوراتو بريانونشا اونا كوناتا اوون دصة يعني هذه الإشارة بتعلن عن حفرة كوناتا أو بتعلن عن مطب دصة طبعاً دا خلط هي سترادة دي فورماتا يبه هنا فرصة إلسي يعني رفيجوراتو العلامة الموضحة بريانونشا بتعلن عن يعني جزء من الطريق غير مستوي وده طبعاً صح جداً وهنا إلسي يعني رفيجوراتو العلامة الموضحة سيفوندو جالو إذا كانت على خلفية صفراء وزعتو إيم بريزنسا دي كانت ياري سترادالي هي بتكون موجودة في حالة أعمال الطرق وده طبعاً صح جداً وهنا إلسي يعني رفيجوراتو العلامة الموضحة بو أسر ممكن أن تكون أسوشياتو يعني مندمجة أو معها مجتمع ما يعني نكون معها علامة أخرى للحد الأقصى للسرعة وده طبعاً صح جداً فيه هنا إلسي يعني رفيجوراتو العلامة الموضحة إنديكا بتشير إلى أونتراتو لسترادا الجزء من الطريق دي فورماتا يعني غير مستوي لونجو تريتشينتو تريتشينتو تنتا مادري يعني طوله بيكون تلتمية وتمانين مترا وده طبعاً صح جداً زي ما احنا عارفين إن العلامة التكملية أو اللفتة التكملية اللي هي بالأسفل مكتوبة عليها عدد الأمطار وموجودة ما بين سهمين فهي هنا بدلنا على طول المسافة اللي بيكون فيها يعني بتسري عليها هذه الإشارة يبقى هنا ده طبعاً صح جداً فيهرو وهنا إيمبريزينسا للسينيا لرفيجوراتو في حالة وجود العلامة الموضحة إنيتشي ساريو يعني طبعاً مهم فاري أتنسيوني الانتباه الريسترينجيمانتو ديلا كاريجاتا إن الطريق بيضيق هنا ما فيش أي علاقة إن الطريق يضيق أو أي شيء من هذا القبير يبقى هنا ده فارشو طبعاً وهنا إنسينيا لرفيجوراتو العلامة الموضحة بريان نونشا بتعلن عن أونى دابيا كورفا يعني في عندنا منحنيين وده طبعاً غلط ما فيش أي منحنيات هنا خالص يبني هنا ده فالصو وهنا إيلتينيا لرفيجوراتو العلامة الموضحة بريان نونشا بتعلن عن أونى دي شازة بريكولوزا يعني منزل خطر طبعاً كلام ده فالصو جداً وهنا إيلتينيا إيلتينيا لرفيجوراتو في حالة وجود العلامة الموضحة يعني غير مهم يعني تهديئة السرعة في حالة يعني الرؤية المحدودة طبعاً كلام ده غلط يبقى هنا أكيد هنهدي السرعة لو الرؤية كانت محدودة يبقى هنا فارشو وهنا إنسينيا لرفيجوراتو العلامة الموضحة بريان نونشا بتعلن عن أونى سارية دي دوسي يعني سلسلة من المطبات وده طبعاً فالصو جداً إيلتينيا لرفيجوراتو العلامة الموضحة بريان نونشا بتعلن عن أونى سترادة إن كاتيفو ستاتو يعني طريق بتكون حالته سيئة وده طبعاً صح جداً وهنا إيلتينيا لرفيجوراتو في حالة وجود العلامة الموضحة مهم طبعا أن نتوقع أي تواجد التماييلات تماييلات المركبات القادمة من الناحية وده طبعا صحي جدا إن العلامة دي مرتبطة بحاجة اسمها الهي التماييل وممكن طبعا يحصل من المركبات القادمة من الناحية للأخرى أو التماييلات للمركبات القادمة من الناحية الأخرى فيهره طبعا جدا في حالة وجود العلامة الموضحة مهم مدرار تهديئة السرعة لتجنب سليشتاتسيوني إضاني السوسبنسيوني يعني للتجنب أي خسائر ممكن أن تحدث في يعني العفشة عفشة السيارة العفشة هي بتكون عبر المساعدين والسوسط والعفشة اللي هي سوسبنسيوني يعني ممكن تحصل فيها أي خسائر وده طبعا فيرو صح جدا وهنا العلامة الموضحة بتعلن عن ده جزء من الطريق يعني بتكون الأرض الأرضية له غير غير مؤهلة لاستخدام أو غير صالحة يعني ما بتكونش كويسة أو سيئة طبعا كلم ده فيرو جدا وهنا إن بريزنسة للسيارة لرفيقراته في حالة وجود العلامة الموضحة إن تشيساري ومهم أدغواري الأرض نفسها يبقى ده طبعا ده رو جدا صح السينية لرفيقراته العلامة الموضحة بريانون شابتو تعليم عن ونتراتو دي سرات جزء من الطريق أفزيبيلتا للميتاتا بتكون فيه رؤية محدودة وده طبعا غلط رؤية محدودة مش هنا رؤية محدودة مع المطب دوسو أو مع كورفا اللي هي منحة منه نما هنا لا فالصو وهنا إن تشيساري بتعلن عن مطب وتبعا ده غلط ده مش دوسو خالص السينية لرفيقراته العلامة الموضحة بريانون شابتو بتعلن عن تراتو دي ستارة دي ستارة يعني بتعلن عن طريق غير مستوي وطبعا صح تابعا يعني عادة 150 متر يعني 150 متر قبل جزء من الطريق يعني بتكون له الأرضية يعني غير مؤهلة للإستخدام أو سيئة وده طبعا ذيرو يعني مهمة تنيري صالدامنتي نمسك كويس جدا المقود أو الدركسيون بير كونترولار بوسيبلي حتى نتحكم في أي يعني تميلات ممكن أن تحدث وهنا طبعا ذيرو جدا وهنا يعني رفيقرات والعلمة الموضحة بريانونشة بتعلن عن بيو كورو كونسيكوتيفي كونسيكوتيفي يعني أكتر من منحنة طبعا الكلام ده غلط جدا مفيش أي منحنيات هنا يبقى ده فالسو وهنا إمبرسينسا دلسينيا لرفيقراتو في حالة وجود العلمة الموضحة إنتشيساريو مهمة تشيركولاري أفلوتيتا موديراتا يعني إن إحنا نسير على السرعة معتادلة سيسي تراينة ون ريموركيو إذا كنا نجر مقتورة وطبعا ده صح جدا لما يكون في مقتورة بتكون العملية بتحتاج يعني إن إحنا نعدل السرعة أكتر يبقى هنا ده دارو أوكي وهنا إلسينيا رفيقراتو إنديكا ونتراتو دي سترعة دي فورماتا لونجو تريتشينتو فانتي ماتري يعني هذه العلمة أو هذه الإشارة بتعلن عن يعني جزء من الطريق حالته سيئة وطوله تلتمائة وعشرين متر وطبعا ده غلط ليه لأن هنا تلتمائة وعشرين متر هنا بتعني المسافة اللي بعدها نلاقي الطريق اللي هو السيئ ولكن إذا كانت ما بين ساهمين هي دي اللي بتعني طول الطريق السيئ نعم هنا بعد تلتمائة وعشرين متر هنجد الطريق اللي هو السيئ أو لسترادا دي فورماتا يبقى ده هنا فرص وهنا آخر سؤال معنا إيم بريزينسا دي سينيا لرفيقراتو في حالة وجود العلمة الموضحة أبي تعطو إيل سورباس يعني بيمنع عمل سورباس أو تجاوز الملكبات التي أمامنا خلصنا كل الأسئلة اللي ممكن تيجي على إيل سينيا أو على الإشارة اللي هي اسمها سترادا دي فورماتا أو سترادا دي سستاتا يعني إن هي بتكون فيها يعني الطريق وعر أو الطريق السيئ أو حالة طريق سيئة نحاول نفرق ما بينها وما بين السينيا لدخصه اللي هو مطبق مختلف المطبق بيكون طالع ونازل أو السينيا للتاني اللي هو اسمه كونة اللي هي الحفرة دي بتكون نزلة وبعدين طلع التلاتة مختلفين عن بعض طبعا هنا في حالة وجود هذه العلامة نخلي بقى أنه ممكن يحصل حاجة اسمها سباندا منتي اللي هي التمايل فعشان كده بنمسك كويس إيه الفولانتي أو اللي هو المقود وطبعا نخلي بقى أنه ممكن يحصل أي يعني مشاكل في اللي سوسبنسيوني اللي هي عفشة المركبة وده طبعا لو إحنا مشينا بسرعة يعني مبالغ فيها طبعا ممكن في السينيال ده يكون موجود معاه الحد الأقصى للسرعة مكتوب معنا أوكي السرعة اللي نمشي عليها ولكن مش إجباري يعني ممكن يكون مكتوب مدمج معاه علامة اللي هو المسافة اللي هو بعد قد ين ممكن لقيه أو علامة الطول اللي هو طول الطريق ده ممكن يكون يعني قد إيه لا يمنع في عمل سورباسو لا يدل على كورفة ولا يعني يدل على سترينجيمانتو أو إن الطريق بيضيق تمام أوكي شكرا لكم ونلتقي في المرة القادمة شكرا لكم